السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلب والطالبات أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقيكم اليوم في آخر حلقات أو في آخر حصص الرياضيات التطبيقية للصف الحادي عشر كنا معكم من بداية العام الدراسي الاستثنائي بكل المقاييس وصلنا اليوم إلى هذه اللحظة الختامية نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم كل ما فيه الفائدة لكم إن شاء الله تعالى اليوم سنستكمل آخر حصة من هذه الحصص سنقوم باستكمال درس المتتالية الهندسية وبالتحديد سنتكلم عن المتسلسلة الهندسية وسنحاول قد نستطع أن نعرج على مراجعة سريعة للاختبار النهائي إن شاء الله إذن نستغل الوقت ونبدأ في هذا الدرس إذن سنكون اليوم في درس المتسلسلة الهندسية وسنتطرق بداية إلى التعاريف أو على القوانين التي سنستخدمها في هذا الدرس إذن المتسلسلة الهندسية أولا سنتطرق إلى الدروس التي تم تطرق لها في الاختبارات الأول والثاني والثالث هذه الدروس طبعا تم تطرق لها في الاختبارات الثلاثة الاختبارات القصيرة الاختبار الأول كان يجتمل على الأسس والأسس النسبية والجذور والاختبار الثاني كان يجتمل على اللغاريتم الاعتيادي وعلى المعاملات في الأسواق المالية وأسعار العملات طبعا واضح الأهداف أمام كل اختبار أو أمام كل درس الاختبار الثالث أيضا كان يجتمل على درس الاحتكار من حيث تعريف الاحتكار وفهمه والمتتالي الحسابية والمتتالي الهندسية من حيث تعرف على المتتالي الحسابية والهندسية وإيجاد حدودهما بالنسبة للأهداف التي ستتضمن إن شاء الله في الاختبار النهائي ستكون من خلال الوحدة الأولى الأسس واللغريتمات كما هو واضح معنا هنا الأهداف التي سيتم تطرق لها وكذلك وحدة المعاملات في الأسواق المالية وأيضا مقدمة في مبادل الاقتصاد وهي الوحدة الأولى تعتبر في الفصل الدراسي الثالي أو نستطيع القول بأنها الوحدة الرابعة والوحدة الأخيرة وهي وحدة المتتاليات والمتسلسلات وهذه الوحدة طبعا مهمة جدا من حيث الأهداف التي ستتضمن في الاختبار النهائي كما هو واضح على الشاشة إذا نبدأ في التطرق إلى قوانين أو قانون مجموع المتسلسلة الهندسية طبعا المجموع سنستخدم في أكثر الأسئلة سنتطرق إلى قانون واحد هو الأكثر سنستخدم فيه بشكل أكبر ولكن ما معنات أنه هو القانون الوحيد فقط سنذكر القوانين احتياطا هنا معي إذا كانت المتتالية منتهية وإذا كانت المتتالية منتهية سيكون عندي قانونين كما نلاحظ الآن أنه عندي رأة كما نلاحظ الآن في القانون أن رأة تساوي واحد ورأة لا تساوي واحد إذا كانت رأة تساوي واحد فهناك قانون أن جي منون تساوي ألف نون لماذا سأوضح بعد شوي هذا إذا كانت عندي رأى لا تساوي واحد طبعا عندي رأى لا تساوي واحد لو نلاحظ بأن عندي هنا هذا القانون أن رأى لا تساوي واحد طيب لو كانت رأى تساوي واحد ستعطيني هنا في المقام طبعا صفر وهذا شيء غير مقبول رياضيا لذلك سنستعيض عنه بهذا القانون هو جيم نون تساوي ألف نون لكن هو القانون الأكثر شيوعا أكثر استخداما راح نلاحظ بأن هذا القانون هو الأكثر راح نستخدمه هناك أيضا إذا كانت المتسلسلة الهندسية غير منتهية فرح نستخدم طبعا مطلق رأى ساوي واحد سنلاحظ بأن القانون سيكون بهذا الشكل ألف على واحد ناقص رأى إذن هذا بالنسبة للقوانين الموجودة في هذا الجزء من هذا الدرس وكما ذكرت بأن أغلب استخدامنا راح يكون على هذا القانون إذن نبدأ بمثال من الكتاب المدرسي أوجد مجموعة الحدود الخمس الأولى للمتتالية الهندسية ثلاثة وستة واثنعش إذن هو حدد لي أن المتتالية الهندسية في بعض الأحيان ما يحدد لي إذا كانت المتتالية هندسية أو حسابية ففي هذه الحالة لازم أول شيء أتأكد من المتتالية ما نوعها هل هي حسابية هل هي حسابية أو هندسية يعني نمكن يقول لي أوجد مجموع الحدود الخمس الأولى من المتتالية أو للمتتالية ويسكت إذن لازم أتأكد هل هي حسابية أو هندسية ولكن الآن هو ذكر لي بأن المتتالية هنا هندسية إذن راح أستخرج المطلوب حسب القانون القانون يقول جيم نون يساوي ألف في واحد ناقص رأس نون لأنني أنا عارف أن المتتالية الرأى ما لها أصلا لا تساوي الواحد على واحد ناقص رأ إذن هنا عندما رأى لا تساوي واحد إذن أنا الآن مطلوب مني بعض المعطيات مطلوب مني أني أوجد نون نون طبعا ذكرها عندي في السؤال خمسة خمسة وذكر لي أن يريد أيضا ألف ألف أيضا تساوي ثلاثة وهو الحد الأول وهو الحد الأول وأيضا مطلوب أني أوجد رأ طبعا رأى تساوي الحد التالي تقسيم الحد السابق يساوي اثنين طبعا هذا لأنه ذكر لي بأنه متتالي هندسية فأنا أوجد هذه المعطيات بحسب الكلام الذي هو ذكر في السؤال أو ممكن أقول اثناشر تقسيم ستة يعطي نفس النادج أيضا نساوي اثنين إذا الآن سأعوض في القانون جيم خمسة تساوي ثلاثة في واحد ناقص اثنين قص خمسة حسب القانون أطبق القانون مباشرة واحد ناقص اثنين الآن من خلال العمليات الحسابية سواء بالآلة الحاسبة أو بعض العمليات لا تحتاج إلى آلة حاسبة مثل هذا السؤال ثلاثة في واحد ناقص طبعا القص هذا مهم لما أقول ثنين أوس خمسة هي ثنين وثلاثين ثنين وثلاثين ثنين وثلاثين دائما نذكر للطلبة أن هذه القيم مثل ثنين أوس خمسة ثنين أوس أربعة ثنين وستة ثنين وثلاث عشر هذه القيم ستتكرر خاصة في الأسس وتتكرر في اللوغريتمات فالأفضل أن الطالب يخليها يستذكرها وتكون قريبة في ذهنه لأنها دائما تتكرر فبتكون عندي هنا 32 تقسيم سالب واحد وهي واحد ناقص اثنين إذن نستكمل هنا إذن تساوي ثلاثة ضرب واحد ناقص اثنين وثلاثين يساوي سالب واحد وثلاثين تقسيم سالب واحد طبعا دائما السالب تقسيم سالب يعطيني موجب إذن ناقص يكون تفصيل ثلاثة وتسعين تقسيم سالب واحد إذن تساوي ثلاثة وتسعين ثلاثة وتسعين إذن الإجابة ستكون كما هو واضح أمامي هنا ثلاثة وتسعين إذن هذا بالنسبة لهذا السؤال هذا إذا أعطاني المتتالية شكل صريح أنها هندسية وأعطاني الحدود الخاصة بهذه المتتالية هذا أيضا نفس السؤال تقريبا بنفس الكيفية يقول السؤال أوجد مجموع الحدود الخمسة الأولى ولاحظ أيضا أنا من خلال النظر إلى المسألة بأنه لا تساوي الواحد فبالتالي أنا لازم أعرف أيضا القانون راح أستخدمه مثل ما ذكرت أن أغلب القوانين القانون راح يكون هو الأشمل في مسائلنا ولكن احتياطنا هنا ذكرنا هذا القوانين الأخرى إذن تكون سالب واحد بهذا الشكل إذن جيم نون تساوي ألف في واحد ناقص رأس نون تقسيم واحد ناقص رأس عندما رأى لا تساوي الواحد إذن أنا عندي الآن طبعا هو ذكر لي أيضا نركز على هذه الجزئيات ذكر لي بأن المتتالية ماذا؟ ذكر لنا المتتالية هندسية فبالتالي أنا هو الآن وفر علي أن أنا ما يساب حدل هل هي هندسية أو حسابية فبالتالي راح أقول بأن نون تساوي خمسة وألف تساوي سالب واحد ورأ تساوي سبعة تقسيم سالب واحد تساوي سالب سبعة طيب هل ممكن يكون الرأ سالب أو موجب؟ نعم عادي ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب ما شاء عندي أي مشكلة كذلك في المتتالية الحسابية ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب أيضا الدال ممكن تكون سالب ممكن تكون موجب طبعا هنا معنا في الحسابية معنا دال وفي الهندسية معا يراء يعني لو قلنا مثلا سالب 49 تقسيم 7 أيضا يعطيني ماذا يعطيني سالب 7 إذن الآن بتطبيق القانون جيم 5 تساوي ألف وسالب 1 ضرب 1 ناقص ناقص أراء هي سالب 7 تقسيم 5 نركز على هذه الجزئية لاحظ عندي هنا أن السالب 7 أصلا هي جاية من وين؟ من راء والسالب هذه الموجودة عندي أول في القانون تقسيم 1 ناقص ناقص 7 أيضا نأكد على هذه الجزئية نركز على السالب الموجودة أصلا من الراء راح تكون هذه سالب وسالب تعطيني موجب نشوف الآن المسألة راح تكون بهذا الشكل إذن سالب 1 في 1 ناقص طبعا لاحظ عندي هنا أن الأس هنا أيضا نستذكر أيضا الأسس الأس هنا فردي فبالتالي السالب راح تخرج يعني الناتج راح تكون بالسالب لكن لو كان الأس زوجي هنا السالب يعني راح تختفي لوجود الأس الزوجي لكن إذا كان الأس فردي فالسالب تظل مثل ما هي الناتج يظهر مع السالب فبالتالي راح تكون سالب مع سالب راح يعطيني إيش موجب راح يعطيني موجب راح أقول سبعة أس سبعة أس خمسة سبعة أس خمسة يزاوي 16807 إذن يساوي 16807 تقسيم واحد زائد سبعة يعني تقسيم ثمانية يساوي يساوي إذن الآن ستروح تكون المسألة واحد زائد سبعة ثمانية إذن راح تكون المسألة بالشكل التالي إذن واحد زائد الستطهر ألف وثمانمية وسبعة في سالب واحد يعني سالب ستعشر ألف وثمانمية وثمانية تقسيم ثمانية إذن ستطهر ألف تقسيم ثمانية إذن هنا نقول تقسيم ثمانية يساوي الناتج بيكون بهذا الشكل نشوف الناتج بيقول واحد عشرين ألف واثنين بس نتأكد وين الجزئية إذا بتكون سالب واحد ألف تساوي سالب واحد نرجع بتكون واحد ناقص سالب سبعة أس خمسة تقسيم واحد ناقص ناقص سبعة يعني واحد زائد سبعة إذن بتكون واحد سبعة أس خمسة كم بتعطينا سبعة أس خمسة سبعة أس خمسة تساوي ستطهر ألف ثمانمية وسبعة زائد واحد تقسيم ثمانية إذن ساوي ألفين ومية واحد ربما كانت عملية الإجراءة العملية الحسابية يجب أن يكون دقيقين فيها إذن أنا قرأت الآن نفس العملية وظهر للناتج مختلف إذن أنا في معناته عملت خطوة ربما بالآن الحاسبة فكانت ما هي المطلوبة إذن الناتج بيكون ألفين ومئة واحد إذن الناتج رح يكون ألفين ومئة واحد طبعا بالسالب رح تكون سالب ألفين ومئة واحد ألفين ومئة واحد بهذا الشكل إذن الناتج سالب ألفين ومئة واحد طبعا لوجود السالب في هذا المكان اللي هو فيه قيمة ألف إذن سالب ألفين ومئة واحد هذا بالنسبة لهذا السؤال نكون دقيقين إذا في جرع عملية العمليات الحسابية شوف سؤال آخر تمرين كم حدا يلزم أخذها من المتتالية الهندسية واحد وثلاثة وتسعة ليكون مجموعها يساوي مئة واحد وعشرين إذن هنا أعطاني المجموع ومعاي رأ ومعاي ألف إذن شوف شوف ما ينقص في المسألة إذن الآن هو أعطاني ألف تساوي واحد وأعطاني رأ تساوي ثلاثة تقسيم واحد أو تسعة تقسيم ثلاثة تعطيني طبعا هنا ثلاثة طيب الآن وش باويه عاطاني جيم نون تساوي مئة واحد وعشرين إذن وش اللي ناقص من المعطيات وش اللي ناقص من المعطيات ناقص عندي نون ناقص نون إذن نون كم تساوي إذن هو يريد نون يريد قيمة نون إذن حسب القانون رح أقول مكان هذا رح أحط مية وواحد وعشرين ومكان ألف رح أحط واحد في واحد ناقص ثلاثة أسنون تقسيم واحد ناقص ثلاثة أيضا بهذا الشكل إذن رح تكون مسألة بهذا الطريقة مية وواحد وعشرين تساوي واحد ناقص ثلاثة أسنون تقسيم سالب اثنين سالب اثنين إذن باستخدام الضرب التبادلي إذن رح تكون مسألة واحد ناقص ثلاثة أسنون تساوي سالب ميتين واثنين واربعين سالب ميتين واثنين واربعين إذن الآن أنا عندي المسألة صارت هذه سالب وهذه سالب. وأنا سأقل الواحد إلى الطرف الآخر. أو بإضافة نظر الجمع للواحد. ستصبح المسألة سالب ثلاثة أسنون تساوي سالب 242 ناقص واحد. إذن سالب ثلاثة أسنون تساوي سالب 243 إذن طبعا بقسمة الطرفين على سالب واحد. عساس نتخلص من السالب. إذن ستكون لدي ثلاثة أسنون تساوي 243 إذن 243 هي كم؟ هي ثلاثة أس كم؟ بالحسابة هي ثلاثة أس خمسة. كم تساوي 243 إذن 243 ثلاثة أس خمسة إذن أستاذ لماذا قلت ثلاثة بالضبط؟ أنا على أساس أن أوحد المقامات إذن ستكون لثلاثة أسنون تساوي ثلاثة أس خمسة. ثلاثة أسنون تساوي ثلاثة أس خمسة. وبالتالي نون كم تساوي؟ نون تساوي خمسة. لماذا يا أستاذ؟ لأن هذا الأساس متساوي. هذا الكلام أخذنا أيضا في وحدة الأسس. إذن الأساس متساوي. معنات أن الأسس متساوي. إذن نون تساوي خمسة. لأنه عند الأساس متساوي والعددين متساويين في اليمين وفي اليسار. إذن نون تساوي خمسة. نون تساوي خمسة. مثل ما هو ظاهر أمامي هنا. شوف سؤال آخر. أوجد مجموع العشرة حدود الأولى للمتتالية الهندسية التي فيها. أيضا هذا السؤال. سؤال اختبار أيضا بطريقة مختلفة. نشوف طريقة الحل. الآن أنا يفترض أن يكون عندي كما مثل ما شفنا في المسائل السابقة. يكون عندي ألف. ألف طبعا معي هنا تساوي أثنين. أستاذ من وين قبتها أثنين؟ هذه واحد هي نفسها ألف. مثل ما أخذناها في بداية الدرس المتسلسلة أو المتتالية الهندسية والمتتالية أيضا الحسابية. وعندي أيضا عندي مجموع الحدود العشرة الأولى. إذن عندي أيضا نون تساوي نون تساوي عشرة. وعندي رأة مجهولة. إذن أنا راح الآن أسعى أني أوجد رأة. على أساس أني أكمل المسألة. راح أشوف المسألة الآن هنا. راح تكون عندي ها. هذا الحد الرابع في المتتالية الهندسية. ماذا يساوي؟ عندي ألف. هذه تساوي ألف تساوي أثنين. وعندي ألف رأة تكعيب. دائما يكون الحد في نون أقل بواحد من الرقم هذا. إذن يساوي أربعة وخمسين. طيب. راح أعوض عن الواحة. عن الرأة تساوي أثنين في مكان الألف. إذا ستكون هنا two. ألف أو عفوا رأة تكعيب تساوي أربعة وخمسين. إذن بقسمة الطرفين على اثنين. إذن رأة تكعيب تساوي أربعة وخمسين تقسيم تساوي 27. إذن رأة تساوي يأخذ الجذرة التكعيب للطرفين. رأة تساوي ثلاثة. إذن عندي رأة تساوي ثلاثة. إذن الآن أستطيع إيجاد الناتق المطلوب وهو مجموعة عشرة حدود من خلال التعويض إذن جيم عشرة تساوي اثنين في واحد ناقص رأى تساوي ثلاثة أس عشرة تقسيم واحد ناقص ثلاثة إذن تساوي اثنين في واحد ناقص ثلاثة أس عشرة تقسيم سالب اثنين إذن معاي الآن اختصار السالب اثنين مع موجة باثنين راح تكون عندي الناتق راح يكون عندي واحد سالب عفوا السالب هنا بتكون خارج القوس ناقص ثلاثة أس عشرة إذن بتكون نتيجة بالشكل التالي واحد ناقص ثلاثة أس عشرة واحد ناقص ثلاثة أس عشرة تساوي إذن بتكون النتيجة بهذا الشكل تسعة وخمسين ألف وثمانية واربين تسعة وخمسين ألف وثمانية واربعين تسعة وخمسين ألف وثمانية واربعين إذن بتكون تسعة وخمسين ألف وثمانية واربعين طبعا أيضا لاحظ بأن عندي هنا سالب أنا قلت تسعة وخمسين ألف وثمانية واربعين ظهرت عندي بالسالب بتقول أستاذ طالعني بالسالب في الحسابة الآلة الحاسبة الآلة الحاسبة ظهرة بالسالب صح لكن ما ننسى أن أنا عندي هنا سالب خارج القوس سالب خارج القوس والسالب اللي ظهر من القوس. إذن بالتالي النتيجة ستكون ماذا؟ ستكون موجب 59.048. مثل مظاهر أمامي هنا على الشاشة. أتقل هذا يكون آخر تمرين. بعد ذلك إن شاء الله سنتطرق إلى المراجعة بشكل سريع. أوجد مجموعة العشرة حدود الأولى للمتتالية الهندسية. طبعاً تقول أستاذ هذا نفس السؤال. ما نفس السؤال؟ السؤال هنا في خطوات أخرى زيادة. ألف مختلفة. هناك أعطان المتتالية. هناك أعطان المتتالية. هناك أعطان فقط الحد الأول والحد الرابع. السؤال القادم أسهل. إذن سيكون لدي المسألة بشكل التالي. إذن ألف تساوي واحد. وراء تساوي ثلاثة. وجيم عشرة تساوي. طبعاً هو الآن نون. عفواً. ويريد نون. إذن نون. نون. تساوي عشرة. إذن أعوض باستخدام القانون الأمامي. ستكون جيم عشرة تساوي واحد في واحد ناقص ثلاثة أس عشرة. على واحد ناقص ثلاثة. واحد ناقص ثلاثة. واحد ناقص ثلاثة. الذي يرى. سالب اثنين. إذن طبعاً لاحظوا معي أنه ستكون عندي فوق سالب. وتحت سالب. إذن ستكون نتيجة بالموجب. إذن واحد ناقص ثلاثة أس عشرة. إذن واحد ناقص ثلاثة أس عشرة. يعطينا هذا الناتج. تقسيم سالب اثنين. أو تقسيم اثنين. طبعاً تكون 29.524 29.524 29.524 بهذا الشكل. 524 سالب موجودة هنا. وسالبها تظهر من البسط. إذن ستكون ناتج بالموجب. إذن 29.524 مثل ما هو ظاهر. أمامي. عزيزي الطلاب. الآن أنا أنهيت درس المتسلسلة الهندسية. والذي طبعاً هو عبارة عن استكمال لدرس الأوساط الحسنة الهندسية. ودرس المتتالية الهندسية. الآن راح أتطرق إلى اختبار تم يعداده من قبل أحد المدارس. فنشوف هذا الاختبار. طبعاً مثل ما ذكرت. ما يعني يكون هو الاختبار هذا. وخلاص نعتمد على اعتماد كلي. هذا فقط مجرد كما رجع يوضح للطالب كيف راح تكون نظام الأسئلة. كيف راح يكون ممكن مدرستهم كيف راح تكون تضع الأسئلة في ضوء الأهداف في الاختبار النهائي. النهائي فخليكم متابعين معي. إذن أولاً السؤال الأول راح أدأيك كما تعودنا دائماً يكون هو اختيار من المتعدد. فراح نقول الآن يقول السؤال إذا كان نون 2 أس 3 في 2 أس نون يساوي نص أس 5. كم تساوي نون؟ على أساس أولاً أنا أعرف قيمة نون لازم يكون عندي الأساسات كلها متساوية. إذن أنا عندي الآن هنا 2 وهنا 2. إذن راح أجمع في حالة الضرب أجمع الأسس بشرط أن الأساس يكون متساوي. إذن راح أقول هنا 2 أس 3 زائد نون تساوي. طيب هذه نص أس نون نص أس خمسة. الآن ما استطيع أنا الآن أقوم بعملية معينة هنا لأن الأساس هنا مختلف. الأساس هنا نص والأساس هنا اثنين. إذن هنا راح أطبق خاصية الأس السالب والأس الموجب. راح أقول 2 أس 3 زائد نون تساوي 2 أس سالب واحد. يعني الآن هذه الثنين نص اللي هي تحت بتكون واحد على 2 أس واحد. راح تكون 2 أس سالب واحد. يعني راح أقلبها وأغير إشارة الأس. بس ما ننسى. أنا ما مشكلة راح أكتب التفصيل. أس خمسة. إذن راح الآن تكون عندي المسألة كالتالي. 2 أس 3 زائد نون تساوي. 2 أس سالب خمسة. 2 أس سالب خمسة. إذن الآن تكون المسألة بهذا الشكل. ثلاثة. إذن الآن صار عندي الأساسات متساوية. وبالتالي سيكون عندي الأسس أيضا متساوية. إذن ثلاثة زائد نون تساوي سالب خمسة. تساوي سالب خمسة. إذن بإضافة النظير الجمعي للثلاثة. وهو سالب ثلاثة في الطرفين. راح يتبقى عندي نون تساوي سالب خمسة ناقص ثلاثة. إذن نون تساوي سالب ثمانية. إذن نون تساوي سالب ثمانية. إذن الإجابة راح تكون ألف. الإجابة راح تكون ألف. إذن الفكرة فقط هي وين؟ في النص. فكرة في النص. رقم اثنين. إذا كانت لغاريتم 64 للأساس سين يساوي اثنين. فإن قيمة سين تساوي. طيب أنا ترجمة اللغاريتم هذه إلى الأس. أحاول أغير الصورة من اللغاريتم إلى الأسس. إذن ستكون سين دائما بهذه الطريقة سين أس كم. تأطيني 64. إذن سين أس اثنين تساوي 64. طيب. إذن الآن قيمة سين كم تكون؟ إيش هو العدد الذي أعوضه مكان سين يعطيني ثمانية؟ ما هو العدد الذي أعوضه مكان سين؟ يعطيني النادق 64. إذن راح يكون النادق هو ثمانية. أنا جاوبتها ثمانية. إذن ثمانية تربية تأطيني 64. لو عوضنا الثمانية مكان سين راح تكون ثمانية. تربية تساوي 64. نشوف أيضا هذا السؤال. وأتمنى أنت تحاول تحلوا معي. يعني قبل أن أحل. أنتوا تكونوا مخلصين. لو اللاحظ عندي هنا دليل الجذر متساوي. وهو الأربعة. طيب وهذه الثنين. هذه الثنين أخليها ما أتصرف فيها إلا بعدين. يعني راح أقول اثنين. الآن أنا عندي خاصية من خصائص الجذر. الجذور. أني أستطيع بما أن الدليل متساوي. أستطيع أن أخلي الجذرين جذر واحد. وأضرب ما داخل الجذر. يعني راح أقول اثنين ضرب. الجذر الرابع لثلاثة في سبعة وعشرين. تساوي اثنين ضرب. والجذر الرابع لثلاثة في سبعة وعشرين كم تعطيني؟ تعطيني واحد وثمانين. واحد وثمانين. طبعا الجذر الرابع لواحد وثمانين كم؟ حتى يمكن استخدم الآلة الحاسبة. لكن مثل هذا الجذور نكون عارفين. هذه تساوي طبعا ثلاثة. إذن ناتج يساوي اثنين في ثلاثة. إذن هذه تساوي ثلاثة. إذن ناتج يساوي ستة. الناتق يساوي ستة. إذن الإجابة ستكون دال. الصورة الأسية للعدد واحد تقسيم جذر الخامس لسبعة تربيع. واحد تقسيم جذر الخامس لسبعة تربيع. لاحظ أن الإجابات كلها لا يوجد مقام. مقامها واحد. كلها. معناته أنهم بعدما خلصوا إقراء العملية سوف يرفعوا العدد البسط. فالآن أول شيء أغير العدد هذا في الجذر. موجود في المقام. من صورة الجذرية إلى الصورة الأسية. وكما نعلم أن العملية ستكون كتة. لواحد تقسيم. سنعرف أن دائما دليل الجذر يكون في المقام. يعني مقام الأس. فبالتالي ستكون سبعة أس اثنين على خمسة. لماذا؟ لأن دائما دليل الجذر يكون في المقام. إذا ما عندي أصلا هنا شيء. يعني إذا كان مكان ثنين فاضي فأقول مكان واحد. هذا الكلام. طرقنا هذا بشكل موسع في دروس الأسس. مثل ما ذكرت. أن كل القيم الموجودة معي فيها يعني ما فيها مقام. مقامها واحد. فبالتالي سأرفع هذا العدد إلى البسط. يتحول إلى سالب الثنين. إذن سبعة والسالب الثنين على خمسة. سبعة والسالب الثنين على خمسة. وبالتالي إجابة راح تكون جيم. ممكن بعض الطلبة راح يتلخبط بين أنه يخلي الدليل الجذر في البسط أو في المقام. وينزل الثنين في المقام. فنكون من تبهين أنه اللي يكون في المقام هو دليل الجذر. هو تعهد مكتوب بدفع مبلغ محدد في تاريخ معين بالإضافة إلى فوائد تدفع بصورة دورية بمعدل ثابت يسمى بماذا؟ طبعا هذا الآن أنا أريد أشوف أريد هذا طبعا الأسئلة الأسئلة في وحدة المعاملات في الأسواق المالية. ممكن نشوف الدرس. أحساس نعرف الفصل الدراسة الأول. ونشوف هذا التعهد هل هو السهم أو السند أو الكمبيالة. راح أرجع لكم أول شيء بدرس السهم. طبعا هو مش تعريف السهم. السهم هو جزء من رأس المال في الشركة المساهم. طيب. إذن نشوف السند. طبعا أنتم لازم تكون حافظين للتعريف. نشوف السند. ويش يقول السند؟ كناك أسئلة تريدني الكمبيالة بيدخل ما يدخل أسئلة تطلب ما شاء الله عليهم كثيرة. الكمبيالة واضح ويش مكتوب في الوثيقة التقويم. أنه تعرف على التعريفة وعلى مفهومة وعلى الأجزاء الموجودة في الكمبيالة. طيب السند هو تعهد مكتوب يدفع أو يدفع مبلغ محدد في تاريخ معين بالإضافة لأفوائد تدفع بصورة دورية بمعدل ثابت. هذا الكتاب المدرسي. إذن الإجابة موجودة في الصفحة 86. إذن إجابتي ستكون السند. أيضا عندي في الدرس الأول وهو درس النظام المالي ومكوناته الشركة الأهلية القابضة. ودائما أكد على الطلبة في هذا الدرس بالذات فيه كثير من الجزئيات المهمة. سأتطرق لها الآن. أرجع للكتاب المدرسي ونرى في الشركة الأهلية القابضة هي من مؤسسات الاستثمار. ولكن نتأكد منها موجودة في الكتاب المدرسي. نرى أول درس. نرى أول درس. درس النظام. هذا درس النظام. هناك عندي مكونات النظام. عناصر النظام. تعريف النظام المالي. مكونات النظام المالي. سنرق على هذه الجزئية بعدين في البنوك التجارية. نرى الآن في المؤسسات المالية غير المتخصصة. وهو المكون الثاني من مكونات النظام المالي. هناك مؤسسات للدخار. ومذكور لك أمثلة. هنا صندوق تقاعد وظافي الخدمة المدنية. وصندوق الجزئية معي ذكر مؤسسات الاستثمار. يتم فيها تجميع أموال عدد المستثمرين واستثمارها لتحقيق هدف محدد. ومن أمثلتها الشركة الأهلية القابضة وشركة الخدمات المالية وشركة الضفار الدولية للتنمية والاستثمار. إذن الإجابة هي مؤسسات الاستثمار. إذن تعد الشركة الأهلية القابضة من شركات الجزئية رقم سبع. الكميات التي يكون المستهلكون راغبون وقادرون على شراءها عند الأسعار المختلفة لها في فترة زمنية معينة تعرف بماذا. هذا طبعا موجود في درس مقدمة في مبادئ الاقتصاد. الإجابة طبعا هذه الطلب. حتى ممكن نرجع الكتاب. أيضا نشوف الكتاب الفصل الدراسي الثاني. ونشوف تعريف الطلب. الوحدة الرابعة. الطلب. إذن هذه تعريف الطلب. الكميات التي يجب نفرق بين الطلب والعرض بكلمة واحدة. الكميات هنا يكون المستهلكون وهنا في العرض ستكون المنتجون. إذن العملية بسيطة. عبارة عن الكميات التي يكون مستهلكون راغبون وقادرون على شراءها عند الأسعار المختلفة لها في فترة زمنية معينة. هذه بالنسبة لدرس الطلب. إذن إجابة الطلب. الجزئية رقم 8 الكمية التي يقدمها المنتجون للبيئة في السوق من سلعة معينة عن 8 معينة في فترة معينة. خلاص لا يجب أن أرجع لكتاب لأن وضحت لكم الفرق. إذن هنا ستكون الإجابة العرض. الإجابة العرض. إذن هنا الإجابة ستكون هذا السؤال خاص بالمتباينة. ومن هذه المتباينة ثابتة. بحدها الأول ثلاثة والثاني ثلاثة والثالث ثلاثة والرابعة ثلاثة إلى طالب إلى 21. طبعا هذا الرمز سيجما. ذكرناه في حصة سابقة. الرمز سيجما هذا يقصد بالمجموع. إذن الآن يمكن بعض الطلب يقول الله الإجابة ثلاثة. طيب أنت الحد العام ثلاثة الحد العام إذن نعند الحد الأول ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة إلى 21 حد. إذن أستطيع أني أضربهم في نفسهم 21 زائد ثلاثة ستكون لقابة 63. إذن نضرب الثلاثة واحد وعشرين مرة ثلاثة نضربها واحد وعشرين مرة وبالتالي ستكون ناتج 63 أو أن نجمعهم 21 مرة سيعطي لن ناتج 63 إجابة إذن 63 السؤال رقم عشرة الحد السابع للمتتالية هذا الذي أخبركم عنه أنه لا يذكر الآن المتتالية هل هي هندسية هل هي هل هي متتالية هندسية أو متتالية حسابية لأنه ما ذكر لهني إذن لازم أستنتج هل هذه المتتالية حسابية أو هندسية طبعا 64 ناقص 128 لا تساوي 32 ناقص 64 وبالتالي هي ليست حسابية إذن نختبر هل هي هندسية 64 تقسيم 128 تعطيني نص 32 تقسيم 64 تعطيني نص إذن الآن هذه متتالية ماذا متتالية هندسية جميل جدا إذن أنا عندي ألف تساوي 128 يصير أن ألف أكبر من باء جيم نعم ما عندي أي مشكلة يعني عادة ممكن تكون هي متناقصة طيب عندي الآن راح يكون أيضا راء تساوي نص راء تساوي نص وباغ الحد السابع ألف راء ستة يساوي كم راء ألف يساوي 128 في واحد على اثنين والستة وأيضا وراء وراء الأسس وراء قوانين الأسس لازم نكون من تبهين إذن تساوي 128 في واحد على اثنين أس ستة ها اثنين وستة كم تعطيني اثنين اربعة وستين شوف اثنين اوس ستة تساوي اربعة وستين إذن نقول اربعة وستين طيب 128 تقسيم اربعة وستين كم تعطيني اثنين تعطيني اثنين إذا الحد السابع اثنين طبعا أنت ممكن بأنه متتالية سهلة ممكن بدون ما تعمل هذه الخطوة تقول 128 و 64 و 32 16 أقسم على 2 و 32 8 أقسم على 2 تعطيني 4 أقسم على 2 تعطيني 2 إذن 1 2 3 4 5 6 7 إذن السبعة هو الإجابة 2 بما أن المطلوب الحد قريب ممكن أن تستخدم القانون العام هذا الذي نستخدمناه وممكن أن تستخدم لحد العام وممكن أن نستخدم أيضا التجربة والجمع الإيجاد المتتالية بشكل عتياري طيب أدخل أو إذا أدخل ثلاثة أوصات حسابية بين الثلاثة وخمسة عشر بين ثلاثة وخمسة عشر ثلاثة وخمسة عشر نأخذ بس صفحة قليلة صفحة قليلة أشعر سأكتب فيها الحل إذن راح نقول إذا أدخل ثلاثة أوصات حسابية بين ثلاثة وخمسة عشر فإن مجموع ركز وأوساط حسابية إذا المتتالية حسابية المتتالية حسابية يهمني هذا الكلام إني أنا أتعرف على الحد العام اللي راح أستخدمه راح أشتغل عليه إذا الآن عندي الحد الأول ثلاثة إذا الحد الأول ثلاثة والحد الأخير خمسة عشر كم أدخل؟ أدخلها ثلاثة أوصات حسابية إذن ثلاثة واحد اثنين ثلاثة والحد صار خمسة عشر إذن أنا عندي الآن هنا ألف وهذه ألف زائد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يعني زائد أربعة دال إذن أنا الآن أريد أوجد دال إذا أوجد دال بستطيع تكملة الحدود ومن ثم إيجاد المطلوب اللي هو مجموع هذه الأوساط اللي أنا راح أوجدها راح أجمعها فبقول ألف زائد أربعة دال تساوي خمسة عشر هذا الحد يساوي خمسة عشر إذن أنا عوض عن ألف بي ثلاثة زائد أربعة دال تساوي خمسة عشر وبإضافة النظر الجمعي أو كما يقال بالنقل أربعة دال تساوي خمسة عشر ناقص ثلاثة خمسة عشر ناقص ثلاثة إذن أربعة دال تساوي ثم trusted وبالتالي دال تساوي قسم الطرفين على أربعة أو بضرب الطرفين في النظر الجمعي إذن دال تساوي 12 على أربعة تساوي ثلاثة إذن عندي دال ثلاثة إذن هنا سيكون 6 9 12 15 وبالتالي 6 زائد 9 زائد 12 يساوي هنا تكون 15 زائد 12 يساوي 27 إذن مجموع هذه الأوساط الحسابية الثلاثة يساوي 27 إذن الإجابة ستكون باء مجموع الخمسة حدود الأولى لاحظ هذا السؤال أيضا من درس اليوم للمتتالية الهندسية التي حدها الأول يساوي واحد وأساس سيساوي اثنين مطلوب إذن الحدود الخمسة الأولى نأخذ صفحة جديدة نأخذ صفحة جديدة إذن مطلوب المتتالية مطلوب الخمسة حدود نجموع خمسة حدود مطلوب الحد الأول عندي ومطلوب عندي رأ إذن مطلوب الآن عندي هنا إذن نون تساوي خمسة وألف تساوي ساوي واحد ورأة تساوي اثنين إذن جيم نون تقول أو يقول القانون واحد في واحد ناقص اثنين أس خمسة تقسيم واحد ناقص اثنين واحد ضرب القوس نفسها إذن واحد ناقص اثنين وثلاثين تقسيم سالب واحد إذن ساوي سالب واحد وثلاثين تقسيم سالب واحد إذن يساوي الناتق واحد وثلاثين لنسالب مع سالب رح تكون موجة وبالتالي الإجابة رح تكون الإجابة جيم إذن الإجابة تساوي واحد وثلاثين الإجابة تساوي واحد وثلاثين إذن هذه بالنسبة لأسئلة الاختيار من متعدد في هذا الاختبار ما أنا معانا تساعد قائق تقريبا سيد ناصر تساعد قائق باقي هاتت وقع إذن نستكمل في إيجاد قيمة المقدار التالي إذن ثمانية أس ثنين على ثلاثة في زائد لغاريتم إذن زائد لغاريتم 32 للأساس إذن بكل بساطة أقول هذه الجزئية إيش رح تساوي أصلا هذه عبارة عن ماذا عبارة عن الجذر التكعيبي لثمانية تربية ليش حولت الآن أنا من الصورة الأسية إلى الصورة الجذرية ومثل ما ذكرت بأن اللي يكون في المقام هنا هو اللي يكون وين يكون في دليل الجذر يكون في دليل الجذر وبالتالي المسألة رح تكون هذه طبعا نتكلم الآن عن الجزئية هذه سوضح هذه الجزئية الآن أتكلم عن هذه الجزئية ساوي الغذر التكعيبي لـ 64 نحن ما عارفين أن القذر التكعيبي لـ 64 ساوي كم؟ ساوي أربعة وهذه كم تساوي؟ هذه تساوي ثنين أس كم تساوي ثنين وثلاثين؟ ذكرتها أنا اليوم لحظة الحصة ثلاث مرات وقدر لكم هذه المقادير سهلة فنحاول نخليها قريبة في أذهاننا إذن ثنين أس خمسة ثنين أس خمسة تساوي ثلاثة ثلاثين وثلاثين وبالتالي النتيجة ستكون هذه أربعة زائد هذه خمسة إذن ناتج يساوي كم؟ ناتج يساوي تسعة إذن ناتج يساوي تسعة نشوف هذا السؤال اللي يا ما زارنا ويا ما اطلعنا على مثله في بداية الفصل الدراسي الأول ويعني توقع حتى هذا السؤال بالنفس مر علينا وحليناه مع بعض إذن راح تكون عندي المسألة نحاول نبسطها مثل ما ذكرت في دروس الأسس نحاول دائما نخلي الأساس متساوي قدر المستطاع يعني نحاول الأساس في كل القيم الموجودة وكل المقادر نخليه متساوي إن استطعنا إن ما استطعنا قسم بين عددين يعني بين مقدارين يعني الآن راح أقول كذا هذه أربعة أو ثلاثة سين مثل ما هي ضرب راح أحولها إلى الصورة الجذرية أو عفوا الأسية أربعة وستين أس ثلث ليش أنا ليش أحولها صورة الجذرية صعب على نفسي إذن هذا بتكون الجذر التكعيب اللي أربعة وستين أربعة طبعا أربعة أس كم أربعة أس واحد ها وهني هذه أصلا عبارة عن أربعة تربية أربعة تربية الساعة عبارة عن أربعة تربية وبالتالي أربعة تربية وعندي أصلا الأس سين يعني بتكون وعندي طرح تكون أس داخلي وأس خارجي الخطأ الذي يقع فيه بعض الطلبة والطالبات إنه يجمع الثنين والسين هنا خطأ نجمع في حالة إنه عندي مقدارين أساسهم متساوي أو عددين مقدارهم متساوي أساسهم أجمع الأسس أما في حالة إنه عندي مقدار واحد فقط في أس داخلي أس خارجي فأضرب الأس الداخلي في الأس الخارجي راح تكون أربعة أس ثنين سين في أربعة أس 20 صلح بس هذه المسألة شوية أربعة أس 2 سين لاحظ الحين إيش اللي صار معاي صار عندي فوق متساوي فبقول ثلاثة سين زائد واحد إذن أربعة أس ثلاثة سين زائد واحد وتحت بتكون أربعة أس ثلاثة سين زائد سين زائد سين إذن هذا أربعة أس سين إذن رح تصير مسألة بشكل التالي راح تكون أربعة قص ثلاثة سين زائد واحد ناقص ثلاثة سين ناقص سين طبعا نطرحنا الأسس وبالتالي الأسس معي هنا اثنين سين أنا عارف لأن الطلب بعضهم يشوفوا أننا أنا جمعت مرتين أنا جمعت اثنين سين مرة هنا وجمعتها مرة هنا وحلو أننا نصادف هذه الهفوات على أساس أن ننتبه فنلاحظ الآن أننا جمعتها مرة اثنين سين وجمعتها مرة ثانية مع السين لأننا جمعتها مرتين فبالتالي هي أصلا اثنين سين يعني اثنين سين زائد سين يعني خلاص زائد واحد إذن المسألة تكون ثلاثة سين خلاص نعملنها ثلاثة سين هنا ثلاثة سين إذن راح تكون المسألة بدون السين الثانية إذن فقط ناقص ثلاثة سين اللي هي هذه إذن ثلاثة سين ناقص ثلاثة سين تساوي أربعة أس واحد تساوي كم تساوي أربعة إذن ناتج يساوي أربعة ناتج يساوي أربعة استكمل أيها المقادير الخاصة باللغاريتمات أيضا شوف هذا كم تساوي ثلاثة أس كم تعطينا تسعة ثلاثة أس كم تعطينا سبع وعشرين ثلاثة واثنين أس كم تعطينا ثمانية ثلاثة إذن ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة زائد ثلاثة يساوي ثمانية إذن ناتج يساوي ثمانية بالنسبة لأيضا هذا المسألة بقي معي أربعة دقائق ساوي ثلاثة سين والسبعة تساوي طيب يزال لخير للمخرج بعد أعطينا دقيقتين مشكور يا أستاذ ناصر وثلاثة أس خمسة في طبعا لاحظوا معي هنا اثنين بنوزعها على المقادير اللي داخل الأعداد بتكون ثلاثة تربيع في عين أس اثنين ضرب اثنين يعني عين أس أربعة ونغير القسمة هذه إلى ضرب إذا غيرت القسمة إلى ضرب أقل بما بعد العملية بتصير عين أس خمسة على صاد تربيع أستاذ ما غيرنا إشارة الأس نقول لما نغير بس مقام بس نغير الإشارة نعم لكن الآن أنا في عملية سبقتها قبل وهي عملية القسمة حولتها إلى ضرب هذه لغة خاصية الأسس لأننا حولت القسمة إلى ضرب الآن نحاول نشوف الإقتصارات يعني لن راح يكون عندي ثلاثة سين هذه السبعة راح تقتصر مع السين هذه راح تبقى فوق اثنين يعني ثلاثة سين أس اثنين خلاص هذه راحت وعندي هذه اثنين ثلاثة أس اثنين بتكون بعدين مع مشكلة صاد هذه بتروح مع الصاد وحدة هنا راح تبقى تحت صاد طبعا هنا بتكون عندي عين هذه العين أس خمسة بتروح مع العين تحت بتروح كامل بتبقى هنا عين وحدة إذن في عين وتحت بيكون عندي خلاص الآن بقت عندي ثلاثة سين تربيع وهني عندي صاد راحة تحت راحة سين أس خمسة بقت عندي تسعة في راحة عندي بقت فقط تسعة صاد إذن الآن التسعة بتروح مع الثلاثة وش بيبقى عندي بيبقى عندي هنا واحد ويبقى عندي هنا ثلاثة إذن سين تربيع في عين تقسيم ثلاثة صاد إذن هذه في أبسط صورة المقدار هنا في أبسط صورة أيوة هذا السؤال قلت لكم رح نرجع له السؤال الثالث أذكر أربع وظائف للبنوك التجارية يعني ممكن الطالب هنا حتى من فهمه البنك إيش يسوي في البنوك التجارية إيش نعمل في البنوك التجارية ممكن نكتب حتى من فهمنا يعني رح تكون إجابة صحيحة ولكن لو رجعنا الكتاب المدرسي وبحثنا عن الإجابة في درس النظام المالي رح نشوف البنوك التجارية وإيش وظائفها هناك وظائف مذكورة ونجي ستة وظائف تذكر أي أربع منهن أو تحاول تحاول تصيغهم بفهمك قبول ودائع منح القروض تحصيل ما يقدمه العملاء من شيكات وأوراق أنت تروح البنك إن شاء الشيك يعطيك إذا مستحق في مبلغ أو كذا السندات الكمبيالة طبعا الكمبيالة الآن ما موجودة معنا كوبونات الأسهم وهكذا شرع وبيع الصقوق إذن هذه الحاول أصيغ لي ثلاث أربع وخليهم جاهزات أيضا في ذهني شوف إذن السؤال اللي بعده طرحت إحدى الشركات خمسة آلاف أو خمسين ألف سهم بقية دقيقتين من العطانيه المخرج واكتتب راشد هذا آخر سؤال راح نحله اكتتب راشد في هذه الشركة ثلاثة آلاف سهم واكتتب الجمهور بثمانين ألف إذن القانون ماذا عدد الذي خصت لراشد هي الأسهم التي طلبها راشد في الأسهم التي طرحتها الشركة على الأسهم التي اكتتب فيها الجمهور إذن راح تكون مسألة كالتالي طبعا واحد اتنين ثلاثة واحد اتنين ثلاثة أربعة أربعة إذن راح تكون مسألة ثلاثة في خمسة آلاف إذن ثلاثة في خمسة آلاف ثلاثة في خمسة آلاف يساوي تقسيم تقسيم كم تقسيم ثمانية تقسيم ثمانية يساوي إذن ألف وثمانين وخمسة وسبعين سهم ألف وثمانين وخمسة وسبعين سهم إذن ألف وثمانمية وخمسة وسبعين سهم اللي راح تخصص لمن؟ لراشد اللي راح تخصص لراشد طبعا أعزائي الطلاب وصلنا الآن هنا في هذا الجزء إلى نهاية درس أو نهاية درس المتتالية الهندسية ووصلنا إلى نهاية المنهج المقرر لطلبة الحادي عشر التطبيقية لهذا العام الاستثنائي مثل ما ذكرت بكل مقاييس وعملنا مراجعة أعتقدها كافية أتمنى لكم التوفيق في قادم الوقت وأرجو أن لا نكون قد قصرنا أنا وزملائي بذلنا كل ما نستطيع وبذلنا جهدنا ونسأل الله أن يكون قد وفقنا في خدمتكم وخدمة هذا الوطن الحبيب أستودعكم الله عزيزي الطلاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته